وشهدين موجز لأخر وأهم الأنباء مع ليندا تفضل يا ليندا شكرا بسند الثمنة بتوقيت القهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أدى الرئيس عبدالفتاح السيسي صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد المشير تنطوي بالقهرة الجديدة وبدأت شعائر الصلاة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ثم عقبها ترديد تكبيرات العيد هذا وأدى صلاة العيد مع رئيس عبدالفتاح السيسي كل من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير الدفاع والإنتاج الحربية القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكي وشيخ الأزهر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب وعدد من المسؤولين وكبار رجال الدولة تبادل الرئيس عبدالفتاح السيسي التهنئة بعيد الأضحى المبارك مع عدد من رؤساء وملوك الدول العربية الشقيقة وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي أجرى وتلقى اتصالات هاتفية مع كل من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زيد النهيان وأمير دولة قطر تميم بن حمد الثاني وأمير دولة الكويت نوافل أحمد الجابرة الصباح والرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون وملك البحرين حمد بن عيسى الخليفة والرئيس التونسي قاس سعيد والرئيس العراقي برهم صالح حيث توجه الرئيس السيسي بالتهنئة داعيا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على دولهم وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليومي والبركات أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع كل من رئيس الوزراء العراقي مصطفى القاظمي ورئيس الوزراء اللبناني نجيب مقاتي كما أجرى الرئيس السيسي اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس السيادة السودانية الفريق أول عبدالفتاح البرهان حيث أعرب عن خالص تهنئته بمناسبة خلول عيد الأضحى المبارك متمنيا لشعوبهم وحكومتهم كل الخير والتقدم والرخاء كما تلقى الرئيس السيسي اتصالا هاتفيا من أمير منطقة تابوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز السعود ويأتي الاتصال للتهنئة بعيد الأضحى المبارك ودع الأمير فهد الله تعالى أن ينعم على البلدين الشققين بالخير والبركات تقدمت السيدة انتصار السيسي بالتهنئة للشعب المصري وذلك عبر صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعية وقالت السيدة انتصار السيسي أنها تتقدم بخالص التهنئة للشعب المصري والأمة العربية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أعضاه الله بالخير واليمن والبركات على الجميع أكدت رئاسة مجلس الوزراء أن المشاورات مع صندوق النقد الدولي مستمرة خلال الأسبوع القادمة للتواصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بين الجانبين بما يسمح بدعم خطة مصر الاقتصادية وأوضحت رئاسة مجلس الوزراء أن أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية تتمثل في سرعة اتخاذ السياسات والإجراءات التي تضمن استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية والحد من الآثار السلبية للأوضاع العالمية على الاقتصاد المصري والعمل على توفر السلع الأساسية للمواطنين تواصل مؤسسة حياة كريمة توزيع المواد الغذائية بالقرى في جميع محافظات الجمهورية وأعلنت مؤسسة حياة كريمة توزيع 1500 صندوق مواد غذائية بمحافظة الشرقية ضمن مبادرة وصل الخير 2 توفد جموع ضيوف الرحمن لرمي جمرة العقبة في مشعر منا في أول أيام عيد الأدخى المبارك وشهدت حركة ضيوف الرحمن انسيابية في التنقل كما اتسمت حركة الحجيج نحو جسر الجمرات والساحات المحيطة به بالتدفق المتدرج والآمن على دفعات وتوزعت على الأدوار حسب تنظيم المعد والعودة لمواقع إقامتهم بنسيابية ومرونة كما اتسمت الطرق في مشعر منا إجمالا بالمرونة في الحركة المرورية للسيارات وتنقل الحجيج الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله حث رئيس مجلس السيادة السودانية عبد الفتاح البرهان جميع القوى السياسية والمجتمعية السودانية على إعمال صوت العقل والمشاركة في الحوار الوطني من أجل الوصول إلى رؤية موحدة تلبي الأمال والتطلعات وفي كلمة له بمناسبة حلول عيد الأطحى المبارك أكد البرهان أن السودان تحيط به التحديات ومخاطر تؤثر بشكل مباشر على الأوضاع السياسية والاقتصاديات والاجتماعية أعلن الرئيس التونسي قاسس عيد إدخال بعض التعديلات في مشروع الدستور الجديد الذي سيتم الاستفتاء عليه في الخامس والعشرين من يوليو الجاري دعينا الشعب التونسي للموافقة عليه وفي كلمة تلفزيونية هنأ خلالها الشعب التونسي بمناسبة عيد الأطحى المبارك أوضح الرئيس التونسي أن بعض الأخطاء قد تسربت للمشروع تحتاج لإصلاحها وتصويبها أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية تقديم مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا تشمل قاذفات صواريخ وقذائف دقيقة وقال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون إن المساعدة البالغة قيمتها 400 مليون دولار تشمل أربع راجمات صواريخ وذخيرة سبق أن مكنت القوات الأؤكرانية من مهاجمة بعض الأهداف بصواريخ أطلقت من خارج مدى المدفعية الروسية نهاية منجزة ثمنا نعود الاستكمال بي فقراء الصباح الخير يا مصر بعض الفاصل